سيد الرئيقات لماذا يجب بعدما استمعناه من ضيفنا من رمالة سيد نهاد على إسرائيل تأجيل خطة الضم من وجهة النظر الأمريكية في هذه المرحلة؟ شكراً للاستضافة أولاً تذكري أنا الذي سألت بامبيو وأجابني أنا عندما قال أن هذا حق إسرائيلي وإسرائيل تقرر ماذا ستفعل بالنسبة للضم هذه الإدارة وهذا الوزير يباركان الضم قائم في تقديري ليس هناك ما سيوقفه هناك مواقف عربية هشة وهناك موقف فلسطيني ضعيف جداً هم يتحدثون أنهم سيكونون بحل من كافة الاتفاقات ولكنهم لا يخطون أبداً أي خطوة بهذا الاتجاه ففي تقديري أن البداية يجب أن تكون فلسطينية دعني أعود إلى نقطة أثرتها الآن في الموقف الأمريكي ومن قال دعيني نعم ذكرت بأن الضم قائم وسيتم إذن الاعتراض الأمريكي لا يمكن أن نضعه فيه شكل سياسة الضم وإنما توقيت الضم ليس هناك اعتراض أمريكي ومن يقول أن هناك اعتراض أمريكي فهو خاطئ الولايات المتحدة تقول دون مفاوضات مع الفلسطينيين أين هي المفاوضات؟ كل الخطوات التي اتخذت في الثلاث عوامل الماضية هي خطوات أحادية فردية ابتداء من الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ابتداء من قطع كل المساعدات عن الأنروة حتى المستشفيات عن السلطة الفلسطينية إغلاق السفارة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس إغلاق القنصلية في القدس الشرقية بعد 175 عاما كل هذه خطوات فردية فمن يقول أن يجب أن يكون هناك سياق تفاوضي ولكن اسمح لي أن أشير إلى مفاوضة تقول أنه لا يوجد اعتراض أمريكي ولكن الخلاف بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي برز بين الطرفين منذ لحظة الإعلان عن خطة الخطة الأمريكية للسلام مزعومة حوث تفسير بند في الخطة هنا رفضت واشنطن الضم فورة الإعلان عن الخطة وكان كوشنر قد ربط ما بين ضم الأراضي الفلسطينية بتشكيل الحكومة لذلك كان سؤالي هل هو اعتراض سياسي أم اعتراض على التوقيت؟ أنا في تقديري ليس هناك اعتراض سياسي أو اعتراض على التوقيت تذكري من يتحدث باسم الإدارة الأمريكية؟ ديفيد فريدمان ديفيد فريدمان الذي خرجه إذن لماذا دعوا إلى تأجيله حتى الانتخابات؟ تأجيل المسألة الضم حتى الانتخابات؟ هذا يدل على أن هناك ارتباط بالتوقيت؟ أنا في تقديري بالعكس بالعكس الولايات المتحدة أو هذه الإدارة وضعت كل ثقلها وراء نتنياهو ونجحت في نهاية المطاف بأن نتنياهو لا يزال هو رئيس الوزراء وأيضا تنظر إلى نتنياهو كي يدعم الرئيس الأمريكي خاصة بدعمه من خلال الابنجاليين المسيحين المتطرفين من خلال اليهود الأمريكيين المتطرفين وبالتالي فهم على العكس هم ينظرون إلى هذه القضية خضية مقايدة لدعم بعضهم البعض فمن يقول لك أن الولايات المتحدة تخشى من الانتخابات على العكس هم يريدون من القاعدة الإنجلية المتزمتة التي ترى في الضفة الغربية عودة المسيح هم يريدون لذلك أن يحدث وأن يحدث بأسرع وقت وأنا سألت الوزير علما بأنه لم يجب علي مباشرة أن إسرائيل ستقوم بالضم يوم واحد وجولاي وأكد مرة أخرى وهذا بعد المرة الأولى مرة أخرى أن هذا هو حق إسرائيلي فإذا في تقديري المراهنة على الموقف الأمريكي وأن الولايات المتحدة ستحاول تأجيل ذلك بضعة أسابيع هو مراهنة فاشلة وخاسرة المبادرة يجب أن تقوم فلسطينيا يجب أن تنشأها عربيا يجب أن يكون هناك موقف حقيقي من الجانب العربي وإذا في تقديري لن يعير أحد انتباه لما يجري ترجمة نانسي قنقر